جولتين قبل انتهاء البطولة الترجي بطل تونس للمرة 26 بعد انتصاره في ملعب رادس على اتحاد المونستير هدف لسفر 20 دقيقة أولى مريناش فيها فرصة واضحة والاتحاد كان متمركز كما يلزم اول محاولة جدية للترجي رأسي للعكيشي طالب ضرب جزاء الحكم يأمر بمواصلة اللعب الترجي يزيد في الضغط التحام بين الدراجي وكوليبالي اللي يتحصل على انذار ثاني ويغادر الميدان الشي اللي نرفز برشا مراد العقبي احتجاجا على هذا القرار هدف ابيض بعدها للترجي الحكم يعتبر مخالفة ضد بن مصور شمس الدين الذوادي حاول المباغتة كورته تمر بجانب مرمى بعبورة يرد عليها حسين المسعدي من جانب الاتحاد وبن شريفية في الموعد ستة دقيقة في الشوطة الثاني الدربالي للدراجي وزع للعكيشي اللي يحط كورة في تبق للراجد اللي يمضي على الهدف الاول للترجي الترجي استغل النقص العددي للمنافس وكان قادر على مزيد التهديد في اكثر من مناسبة والفرصة الابرز كانت للمساكني لكن كورته تصطدم بالقاء لتبقى النتيجة على حالها ويتوج الترجي ببطولة هذا الموسم والبطولة ستة وعشرين في تاريخه ترجمة نانسي قنقر